قادت محكمة العمل في تل أبيب بإنهاء الإدراب الشامل الذي عم إسرائيل وأدى لتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية بدورها دعت هيئة عائلات المحتجزين إلى مواصلة المظاهرات للضغط على حكومة نيتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل للمحتجزين بدعوة من اتحاد نقابة العمال الهيست دروت للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنياهو لاستعادة المحتجزين عم الإدراب الشامل كافة مناح الحياة في إسرائيل ويأتي الإدراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن جوريون في أعقاب مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات ألاف الإسرائيليين الليلة الماضية للمطالبة بإبرام الصفقة هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الإدراب العام بدأ في المرافق الاقتصادية وأشمل بعض السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والقطار الخفيف في منطقة تل أبيب الكبرى والمصارف ومصالح تجارية أخرى وفي مطار بن جوريون توقفت الرحلات القادمة والمغادرة لمدة ساعتين على الأقل فيما قلصت المستشفيات طواقم العمل كما أغلقت مدارس رياض الأطفال أبوابها فيما أعلنت لجنة رؤساء الجامعات انضمامها للإدراب وانضم إلى الإدراب العديد من الشركات الكبرى وشبكات التسوق في وقت لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة من أجل إلغاءه وفي القدس المحتلة أغلق محتجون طرقا وتظاهروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء كما اصطف محتجون على جانبي بعض الطرق ملوحين بالعالم الإسرائيلي تعبيرا عن حزنهم لمقتل الرهائن الستة وكان وزير المالية المتطرف سموتريتش طلب من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي بمنع الإدراب وادعى سموتريتش أن الإدراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد وأنه لا أساس قانوني له لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة اشتركوا في القناة